بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين الحقيقة انا نفسي في الاسئلة والاجابة ناخد مع عدم تجاهنة للناس التعبنين والناس اللي حاسة بالقلم خاصة بالسؤال اللي دايما بيوصل لنا ليه رضي ربنا ان الكنيسة تتقفل واحنا بنصرخ ونقوله اجعل باب بيتك مفتوحا الى الابد و الى دهر الظهور فححاول اخد الجوانب الصعبة والجوانب الحلو في القادة الاولى اتكلمنا عن ايوب المتقلم طب انا عايز اسأل سؤال يا ترى ايه رأيكم في ايوب بعد ما ايظهر ربنا ليه وايه موقف الشيطان وهو طالع بخزي يقول ده انا كنت عايز اسحب ايوب من ربنا اللي انا عملته والشكاوي اللي انا قلتها ضد ايوب وقلت ان ده يعني ما بيجدفش عشان الخيرات ده طالع ايوب بطل وشاف ربنا وقال والان رأتك عينايا انا اتحرمت ان انا اتمتع بالامجاد الابدية وايوب دخل احسن مني فايوب تلع من المعركة الشيطان في خزي اخذ ايوب خبرة ومعرفة وحكمة اقدمها لكل البشرية لغاية النهاردة كل ما واحد يتقلم يقولك حقر سفر ايوب كل ما واحد يدخل في ضيقة يقول قدامي مثل ايوب ده انا متهيأ لي وهو داخل في يوم الرب العظيم هيقول هانزا والاولاد الذين اعطانيهم الله عبر الاجيال الاف السنين ما عرفش هايبقى قد ايه من الناس امتلأوا رجاءا وفرحا بسبب تجربة ايوب اللي عامله ايوب في وسط ضيقته لم يعمله اي كاهن او اي رسول او اي مبشر بهذه الصورة الجبارة اللي خرجت بعد الضيقة وارجون ربنا يستخدم الضيقة اللي احنا فيها حاليا لكي نكون مثل ايوب مملؤين فكر معرفة وحكمة سماوية ورؤية صادقة وبهاء ينعكس علينا وعلى اخوتنا امين احب قارن بين ايوب في التجربة وفرعون في التجربة التجربة هي التجربة فرعون حصل وبابس بس ليه ولا الشعبه ده حتى الحيوانات حتى الحيوانات اللي بيلزم الدمامل والبابا ضيحه ضيحه ايوب لانه دهب ازداد بهاء فرعون لانه قش التجربة خليته ايه يصرخ يقول انا توبت وبعد دقتين اول ما ربنا يشيل يرجع اوحش من مكان اذا اذا فرعون من خلال عدم نقاوت قلبه هو ضاع وضيع جيشه غرق غرق في البحر بحر سوف وضيع شعبه من ضربات المستمرة وضيع كرامته قدام العالم لغاية النهاردة بقي فرعون مسر رديق لقائد بدل ما يرفع شعبه طير شعبه ضاع وضيع اللي حواليه اذا لم يكن العيب في التجربة لكن العيب في الشخصية يا ربي هل ممكن بحقيقي كل واحد وكل واحدة فينا حتى اطفالنا يكونوا مثل ايوب لا يخافوا من تجربة ولا من ضيق ولا من وباء ولا من قلم ولكن بكل قوة نعيش كما عاش ايوب ونحذر من ان نكون مثل فرعون يجرفنا الطيار او يغرينا عدو الخير ان احنا ما نكونش انقياء في عيني يلا هقول مثل ثالث عشان الوقت وهو ايوب كان بار فرعون كان شرير داود الوباء اللي حصل في ايام داود نسأل ربنا ليه يا رب سمحت لداود بالوباء والوباء مش جاي اللي هو دا جاي في لحظات صغيرة الاف ماتوا ايوب ايوب انسان نقي القلب ولكن ايوب عاسف داود كان انسان نقي القلب شهد ليه ربنا ان قلب ابن يسا مثل قلبي او مثل قلب الله داود لكل انسان ضعفاته كل انسان ضعفاته الضعف يعني ايوب وهو في العهد القديم احب شاول ومع ان العهد القديم كان يسمح اللي يقتلك يقتله اللي دايقك دايقه سن عين بعينه سن بسن بيسمح هو عد المرحلة دي داود وبيقي كما لو كان في عصر العهد الجديد وقع حب شاول ولما وقع شاول بين يديه هو عايز يقتله كل اللي عامله قص حتة من الجبة بتاعته واخد الكوز لجنبه وطالع من بعيد يقول له ايه يقول اه يقول وضرب لما قص حتة جبت الملك شاول ضميره ضعبه يقول قلبه ضعبه ضربه قلبه ازاي يمد ايده على مسيح الرب ولكن داود غلط غلطة كبيرة ان بدأ يطلب احصاء الشعب عشان يعرف معاقه ديه في الجيش الشبان اللي ينفعه للجيش وحذروه يعني رئيس الجيش قاله ده مش صح وما هموش تقوله طيب ديه ضعف فيك انا هدوقك مررت الضعف ده مش هدوقك ان انا احكم عليك كده الضعف بتاعك هو اللي جاب لك العمل ده ده ودي نقطة مهمة قوي ان اللي بيحصل بنا ثمر طبيعي من ضعف بتاعنا وبيسمح بيه ربنا علشان يتوب داود وعلشان تبرز الجوانب الجميلة حتى في التجربة يعني لما قدم له ثلاث عروض ياخد انهي واحدة في التأديب قال كلمة جميلة قال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان وبيقى مثلا لغاية النهاردة بعد ايه بعد هذه الالاف اي واحد يدخل في تجربة يقول اقع يا رب تسمح لي ان انا تحت ايد انسان اقع في يدك انت لانك انت احنين انت بتجرح وتشفي انت يا ربي بتسند في وسط الضعف انت يا ربي حبك لا يمش ما يتهزش لانك محب البشر ف دي عينة تالتة وهي عينة داود البار من نسله جاء المسيح متجسدا كابن القديسة العزراء مريم من سبط يهوزا له ضعف وضعف مش سهل ويمكن لو واحد غير داود عامل العاملة دي كان هياخد تأديب قاسي لان هذا ضعف لكن من اجل نقاوة قلبه ومن اجل حبه للاعداء ومن اجل اهتمامه بالعلاقة القوية الخفية بينه بين ربنا ربنا سمح له يوقف التجربة في حدود معينة ف اذا ياريت هذا الشخص الثالث ايوب وفرعون وداود دايما نذكر خطيانا لكن ارجو في تذكرة خطيانا ان شاء الله نبكي بدموع ونعمل مطنيات ونصلي ربنا ونشعر بالضعف لكن بدون يأس دي نقطة مهمة اوحش ضربة يتضرب بها الانسان في اثناء التجربة هو اليأس وزي ما قلت قبل كده انه القديس ماري في الكسينوس قال اذا دخل اليأس في قلب انسان يدخل معه جميع الشياطين اول ما الواحد يفقد رجاءه ممكن يجذب وممكن يجتم وممكن ينكر وجود ربنا وممكن يبع عنيف مع الاخرين وممكن يفقد سلامه ورحته كل حاجة احذر وانا معك احذر من الياس ودي ضربة من اخطر ما يمكن وللأسف بيقع فيها حتى كبار الخدام وحتى من وسط الكهنة او غير الكهنة ولذلك في اعدادنا مع بعض نرعي الحتة دي لما نتكلم عن ظاهرة كورونا اعرف قبل ما خلص المكلمة لازم اكون فتحت باب الرجاء يعني اوحش حاجة اذكر احد الاباء بدرجة كبيرة حتى في الكهنوت بسهز اقول لا الاسم ولا دركته اتكلم وعزة عن ما خافت الله انخوف انخوف وخوف من ربنا وعدد كبير من الناس ده دي حاجة قديمة يعني بيش في حاجة جديدة عدد كبير من الناس مرة قال لي ليه ليه فلان يقول مقال زي كده انا سمعت الوعزة اتحطمت فوقت طيب افتح الوعزة اللي بعدها لما تكلم عن محبة ربنا فبدأ يسمح قال لي دي رائعة شالت كل الخوف اللي عندي عشان كده كنت بدرج كنا ندردش مع بعض كهنة فدايما بنتكلم مع بعض وانا اعترف ان في يوم من الايام كنت بتكلم عن ان احنا نخاف من الخطيئة وان احنا اللي بحصل لنا بسبب الخطيئة وبعدين في يوم الايام جاني يا ابونا بشوية كنت لسه مرسوم جديد قال لي انت عارف عملت ايه قلت له ايه قال لي الاسبوع ده كله كنت بتتكلم هالخطيئة فواحدة سيدة قالت له انا جاني بسبب الوعظ بتعبونا فاا احنا نتكلم عن الخطيئة لكن لازم ما ننساش المسيح الحلو الغافر الخطيئة فانا الاسبوع ده علىيا الوعظ فانا ايه تاخد انت الوعظ تصلح الاسبوع القديم اللي انت عملته وبالفعل بديه تكلم عن المسيح الحلو الجميل وانه زي الخطيئة مهما كانت ما نفقدش راجعنا والدرس اللي أخدته ده لغاية دلوقتي ليه تأثير حتى في الوعظ بتاعي ما أعملش إن احنا نختم حتى ولو ختمنا بالتوبة لكن حتى التوبة أبوصل لها فيها الجانب المفرح والجانب الوحش الجانب الوحش خطاياي الجانب المفرح إن أنا بلتقي بغافر الخطيئة وبعدين في وسط الأسبوع ده وأنا داخل الهيكل في واحدة ست كبير عد والدتي فشورتلي فلما شورتلي قالتلي أشكرك لأن الرسالة وصلت قلتلي هوا أنت اللي تكلمت يا ابو نبشوي قالتلي آه بتاهم تكلمتنيش أنا ليه قالتلي خفت الدائق قلتلي لا أنا أحبق مبسوط ما مفيش معنى تكلم يا ابو نبشوي لأن احنا طبعا أنا واحد فعلا يعني كنا أعدادنا مع بعض ما نمدحش بعض لكن احنا اللي اتنين نقول إيه الضعف الموجود فينا والضعف في الكنيسة ونقول إحنا أعدادنا مش عشان نمدح أعدادنا عشان الكنيسة تنمو ونعرف ضعفاتنا إذن يا أحبائي الدرسة ده نخليه قدام عينينا لما أحد يتكلم عن الحاجات اللي حصلت قلوا لك فيه حاجات كتير حلوة نشوف أيوب وصل لإيه ونشوف داود أيضا البطل اللي احنا لغاية تلوقيت نقول عن المسيح ابن داود وهو كان يعتز بالإسم ده بيحب داود قوي فلإحنا لازم نبص أن الكورونا دي هذه الظاهرة هتجيب خير بشدينة وأيضا للأجيال اللي جاية وحيقف السمائيون فرحانين ومتهللين بأن إزاي التجربة جابت سمار كثيرة تأكدوا أحبائي مش ممكن تنتهي التجربة دي من غير ما يكون فيه بركات كثيرة تقدم للكنيسة وتفرح ربنا لأنه بيقبل التوبة وتفرح السمائيين والإدسين اللي سبقونا لأنهم حتما بيصلوا من أجلنا الحقيقة لما بتحصل حاجة زي كده بس عن نفسي سؤال بالنسبة للناس اللي أنا عاشت معاهم أو أعرفهم أقولت يا ترى واحد زي البابا كرولوس النهاردة أو زي ابونا مخيل إبراهيم أو زي ابونا بشوي كامل أو غيرهم من المعروفين ومن غير المعروفين يا ترى في السماء حزانة على أننا في هذه التجربة القاسية نيفر هم ما يشايفين مجد ربنا وخطة ربنا وحكمة ربنا وعارفين إنها مش هتقف عند الضيق لكن هناخد بركات أكثر بكثير من لو ما كانتش في التجربة دي إذن نقوله نشكرك يا رب على حبك وعلى حنانك لأنك أنت صانع خيرات وفي السلعة للخيرات تحول التجربة إلى فرح وسلام وتحولها إلى مجد وبركة إلهنا الصالح يسوع نطلب إليك من أجل محبتك العميقة يا صانع الخيرات كما حولت يا ربي ذيقات يوسف لكي يكون سبب بركة لولده والإخواته والأحفادهم وكل الأجيال لغاية النهاردة بناخد بركات من تجربة يوسف اسمح يا ربي أن تكون تجربة ظاهرة فيروس بتاع كورونا يكون سبب بركة لنا والأخوتنا للذين نعرفهم والذين لا نعرفهم للجيل الحالي والأجيال القادمة لكي تكون هذه البركة أعداد لنا لمجيئك على السحاب ولقاءنا معك كملائكة الله كأبناء ليك حول عريسنا السماوي رب المجد يسوع من أجل حبك من أجل حنانك اسمح لنا ربي أن نديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا مزنوبين إلينا لا تتخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح سوى ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين